برضو يا هبة وعلمين نفس الصفقات تعريب نروح بقى الموضوع تاني نروح بقى الموضوع تاني خلال الأيام اللي فاتت كان فيه معرض مهم للأساس تحت اسم صنعة في دمياط المعرض ده بينفزه بيرعاء جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة دمياط المعرض شهد اقبال كبير جدا من الجمهور الفترة اللي فاتت يا هبة المعرض كمان يا سلمة بيدم منتجات أساس 50 عارض بينهم عشرات الصناع وأصحاب الورش من مدينة دمياط والأسعار مخفضة بالنسبة بتوصل لـ 30% بيقدم كمان تشكيلة كبيرة ومتنوعة كاميرا صباح الورد كانت حضرة في فعاليات المعرض وصورنا التقرير ده تعالوا نروح نشوفه ونرجع لكم مع فقراتنا في الدورة الأولى للعام الحالي لـ 2024 احنا يمكن مستمرين ده استمرارا للجولات السابقة لمعرض صنع في دمياط اللي بدأناه في عام 2016 أو 2016 النهاردة عندنا حوالي 54 عارض منهم 25 عارض جايين من مكتب جهاز جهاز تنمية المشروعات بيمثلوا جميع المنتجين المتاحين في المحافظة ممثلين لمدينة دمياط للأساس الغرفة التجارية غرفة صناعة الأساس في محافظة دمياط جهاز تنمية المشروعات لا يكتصر خدماته بس على العرض هنا إنما منفوفر تمويلات يمكن إحنا في الحصر الأخير إحنا حصرنا إن إحنا قدمنا تمويلات أكراد حوالي 250 مليون جنيه لعدد حوالي 6000 منتج في محافظة دمياط خلال الفترات السابقة نهاردة موجودة في افتتاح معرض صنع في دمياط وهو إن شاء الله مستمر لحد إن شاء الله يوم 8 كل سنة وكل دورة المعرض بيتعمل أنا بكون حريصة جداً إن أنا أتواجد فيه لإني بحب جداً تشجيع الصناعة المصرية طبعاً الأساس يعني دمياط ما فيش كلام فبجد هم دلوقتي كمان طوروا من نفسهم جداً جداً عاملين كل حاجة تتخيلوها مودرن ستيل والحاجات اللي هي طلعة موضة جديدة يعني مثلاً كل الشباب اللي بيحبوا مثلاً السالونات أو كده بس ما بيحبوش الحاجات الستيل بتاعتنا فهم عامل لهم حاجات مودرن تليق جداً وتكون مشيكة البيوت غير طبعاً الأسعار اللي مش ممكن هتلاقوها اللي هنا في معرض صنعة فيه دمياط موسيقى 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 ورئيس جهاز تلمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمحافظة دمياط موجودة هنا واللي احنا بنخطب الشباب المكبولين على الجواز إن شاء الله بإذن الله أو حد حابب يغير أي حاجة في بيته أو حد مثلاً بيفرش أي حاجة يحتاج حاجة يجي بمعرض صنعة في دمياط أسعار ممتازة جداً وخامة ممتازة جداً وبنفس الوقت يعني مدلات أحدث مدلات موجودة هنا مميلة جداً مصراحة والخشب عجبني جداً والموديلات برضو وأسعاره إحنا إينا جداً يعني بيتهاود وأستاذ محمد ما شاء الله عليه والموديلات كلها والدزاين كله ما شاء الله جميل أسعار جميلة ومنشجع الشباب يجي وتفرجوا هنا والحاجة كلها ما شاء الله جميلة وأسعارها في الفتنة لبنة موسيقى 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 موسيقى